ألف مبروكوا كل سنة وحضراتكوا طيبين كل سنة وكل المصرين طيبين إنجازات 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 النهاردة قربنا خلاص 30 يونيو 30 يونيو حقيقة تاريخ لن تنساه مصر المختلف معاه واللي مقيده اللي طلع رقصه واللي طلع كتبت على ظهرها الركوب لأنصار الجيش بالمجان واللي حط الجزم على دماغه أو اللي اعترض عليه ألف مبروك ألف مبروك الحقيقة الإنجازات والبطولات كلها كانت عنوان كبير جدا العنوان الأبرز فيه نحن خلصت من الإخوان هم طلعين يقولوا كده حتى لو الناس للوقتي مش لا يتاكل مش مهم خلصت من الإخوان حتى لو فيه أزمات على كل المستويات مش مهم بس خلصت من الإخوان السيسي أنقذ البلد وأنقذ هاويتها وأنقذها من الضياع ده مش كلام أحمد موسى ولا نشأة الدين ده كلام رئيس حكومة مصر مصطفى بيما تقولي اللي ملقاش إنجاز اسمع يقولي بقى بيقول بقى تمثل صورة 30 من يونيو يوما فارقا في حياة الشعب الذي خرج بالملايين منطفدا ضد دخوة الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار واستعادة الدولة لهيباتها لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال حد خد حاجة دلوقتي حد خد حاجة في إيده من الإنجازات دي كل الإنجازات اللي قارف يقولها مصطفى بيما تبولي خدت حاجة أنت من الإنجازات شفت سيادة العقيد ولا الفريق أخد ردبة زيادة شفت سيادة المواطن لقى السكر والعيش ببلاش شفت دولة جديدة يا سيادة المواطن كما وعدكم بيها عبد الفتاح السيسي اللي طلع وقال أيوة تلاتين ستة عشرين عشرين هتشوفوا دولة جديدة شفتوا حاجة هو هو مدبولي اللي من كام يوم بيقول هو هو اللي بيكلم عن الإنجازات دي من كام يوم بيقول بنمر بظروف صعبة وعاوزين الناس ترشد الاستلاك أهو مدبولي يطالب المواطنين بترشيد الاستلاك والوعي بالظروف الصعبة فين الإنجازات؟ يا واد يا حيلة يا أبو عينكا حيلة ما تشوفيلي ياما حيلة فين الإنجازات؟ عندما على نفس النغمة أحمد موسى طلعوا للناس البلد قبل تلاتين يونيو كانت عايشة فوضة ودلوقتي البلد بقت آمنة ومستقرة وكفايا أننا قضينا على الإخوان البس يا معلم تلاتين يونيو والثورة العظيمة الثورة العظيمة اللي دفعنا فيها هذا المشروع الإخواني الإرهابي بلد مستقرة آمنة الحمد لله آمنة وثقرة الحمد لله تاني الحمد لله كنا في فوضى وإن لو نزلته هنعمل وعملنا إيه في الآخر نزلنا وأبضنا على مرسي وسجلنا مرسي ومات مرسي والإخوان في السجون أو برا وإحنا الحمد لله الحمد لله ده فضل من ربنا لازم تعرفه فضل من ربنا أنا مع جماعة اللي بيتطلعوا يدفعوا عن الحيوانات اللي بتقطع للتجارب المعملية والعلمية أنا مع الجماعة دي حرام الفرنزان بها إيه تعملوا عليها اسموا إيه ده تجارب علمية ما في بني أدمين ممكن تعملوا عليها كده وهيرايحونا وتريحوكم أحمد موسى لإعلام المصري طالع يقول الناس إن البلد بعد ثلاثين يونيو نهدى جاوزت الأزمة وإننا فضل ونعمة وفي نفس الوقت هو نفسه أحمد موسى طالع يقول لهم من يومين الحاجات هتغلى وبلاز سكر نشوف بقى أحمدين موسى في نفس التوقيت في نفس الشهر في يومين وراء بعض نسمع أعظم ثورة في التاريخ ثلاثين ستة شوف الجهد اللي حصل والبلد عملت إيه والنقلة اللي فيها مصر بعد ده فين الكرم اللي ربنا ادوه لنا اللي نحمد ربنا عليه زي ما عملت في القمح وأسعاره قفزت النهاردة هتعمل في السكر والأسعاره هتقفز مرة أخرى أنا كنت من أكتر ناس أحب يعني كباية شاي فيها أربع خمس معلق السكر كانت حاجة صعبة جدا فجأة كده بطل السكر بطلنا السكر بطل السكر إيه جراء هي يعني ولا حاجة هي دي الدولة الجديدة وفي مولة 30 يونيو كله بيزيت مش بس تغني النظام بواهم التخلص من الأخوان لا دول كمان استدعوا الحقيقة خرافات أسر قائد الأسطور السادس الأمريكي وخرج الصحفي عادل حمودة عشان يقول الأمريكان كانوا محتسين بعد 30 يونيو نسمع كده صدمة الأمريكان كانت كبيرة جدا بتاع الأمريكان احتاسوا هل دي كلام توقعين أن الصورة تقلب أو المشهد يقلب بالشكل دائم بالشكل واضح وبدأ لأول مرة في كلام يعني أنا حضرته مع بعض الشخصيات في واشنطن وأعتقد أنه كان في مجلس السياسة الخارجية وقدأ الكلام مع شخصيات كلهم أكاديميين عندهم مسافة ماجستير ودكتوراه هل نعيد النظر في كلمة انقلاب حد فاكه له سيد عادل حمودة ده طلع مإجابوه منين صحفي كبير على الفكرة ورئيس تحرير روزر يوسف وراجل عمل جورنال وحاجة جمدة جدا راجل مفكر مش صحفي عادي ده يعني مش ده اللي بتلقابلهم كده في الشارع لا 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 ده مفكر بس هو بيشتغل في نفس الليبل ما قاله أستاذ أحمد موسى لأنه ملتين صحفيين ملتين إعلاميين يعني يعني نظام السيسي وإعلامه طالعين يقولولي الناس مش مهم الوضع الميني اللي وصلنا له أزمات المية والأسعار والسكر والدولار لكن أهم حاجة خلصناكم من الإخوان اتكتن بقى وقعد ساكت بوس إيدك كوش ودقن ما تصدعناش إنما الأرقام ما بتجذبش ومستنقع القروض الحقيقة اللي وقعنا فيه وصلنا معاه إننا بقى نستلف عشان نقدر ناكل زي ما بيقول البنك الدولي أهو مصر تقترد خمسمائة مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي بنستلف عشان ناكل هي دي إنجازات ولا مش إنجازات خمسمائة مليون دولار من بنك لتعزيز الأمن الغذائي يا حضرات بعد 30 يون مصر أصبحت بتحتل المرتبة العشرة عربياً قبل سوريا مباشرةً في الأمن الغذائي وبنها اخترت كمان أهو أهو الأمن الغذائي في الدول العربية في 20.20 قطر في المرتبة الأولى كويت تانية الإمارات عمان السعودية الأردن الجزائر تونس المغرب مصر في المرتبة العشرة وبعدها سوريا بعدنا السودان واليمن يا حضرات إيه بقى المعايير القدرة على تحمل التكاليف الوفرة موجودة لا الجودة والسلامة الموارد الطبيعية التقليل يوفر بيانات عن العراق ولبنان وليبيا وفلسطين والبحرين المصدر مؤشر للأمن الغذائي العالمي تقليل عشرين وعشرين ها دي موقع الشرق بلومبيرج بتاع الإمارات بتاع الإمارات يعني يعني احنا في المرتبة رقم عشرة بعد تلاتين ستة والترتيب العلابي بتاعنا الدولة رقم مية وستة بعد تلاتين ستة وطبعا معناش مية وكتر اه اتنين وستين اسفل اتنين وستين اتنين وستين لا يا راجل اتنين وستين ولا مية وستين اتنين وستين رقم اتنين وستين على العالم في الأمن الغذائي وبنستلف خمسمائة مليون دولار عشان الأمن الغذائي ده في وقت الدولار الحقيقة بيرتفع فيه الأعلى مستوياته قدام الجنيه المصري من خمس سنين زي ما قال الخبر ده الدولار كسر الحاجز بتاع يرتفع لأعلى مستوى أمام الجنيه المصري منذ خمس سنوات في تعاملات اليوم مش بس كده ده كان فيه خبر تاني سقوط للجنيه يقترب من مستويات التسعة عشر نفذ الصبر الخبر بيقوله السعودية عاجل سقوط جنيه للجنيه المصري يقترب من مستويات التسعة عشر نفذ الصبر ده موقع السعودية الشركات بقت بتهرب على عينها كتاجر من مصر آخره من النهارده الشركة اسمها براتيش توباكو للسجائر اللي قررت تخرج من مصر لعدم جدوى الاقتصادية زي ما بيقول الخبر ده براتيش توباكو للسجائر تقارد تخرج من مصر بالمناسبة فيه أزمة في السجائر الأجنبية في مصر لدرجة ان انا قريت خبر ان السعر علبة السجائر المرات وصل لخمسة وسبعين جنيه قريت خبر ده مبارح فيه أزمة في السجائر الأجنبية في مصر لكن معرفش اللي هو علاقة بشركة براتيش توباكو لأن الخطوط التسجائر في مصر كلها تبع أسترين كامباني اللي هي في الجيزة مش أكلمك بقى على الناس اللي انت بتتهجر من بيوتها على مدار السنين اللي فاتت واللي آخرهم تهجير أهالي العوامات السكنية في منطقة الكيت كات والعجوزة في الجيزة هنشوف كلام الستة اللي كنت قلتلكو عليه اللي بتقول لها يعني أروح فين يبقوا يزولوها أنا هبقى فيها نشوف كده كلام الستة اللي بتقولي أنا مبلوضة أصلا في عوامة وعش طول عمري في عوامة وعملة زي السمتة لو طلحت من المية أموت ومقدرش أعيش في شقة أبدا ولا يتقفل علي أربح حيطان خلاص أنا تعودت على كده مقدرش وبعدين ما ليش غلها هي كل ما أأمله أنا بعت كل اللي ورايا واللي قدامي عشان أعمل العوامة دي أنا عايز أموت في عوامتي وأنا فاضلي قد نعندي 88 سنة دلوقتي يعني فاضلي قد يعيش قد إيه يعني يسيبوني لما موت فيها وبعدين أتنزل لهم قبل ما موت عليهم يبقوا يخضوها بعد ما موت يعملوها زي ما هم عايزين يبقوا يزلوها بيا باها زيها زي بتوع الدويقة الست اللي سكنة في عوامة دي زيها زي بتوع الدويقة زيها زي بتوع المعادي بتوع المنيب زيها زي أي حد مصر يتهجر كله تساوى المعاناة والأزمة الاقتصادية بتاعة الدول بتعيشها كل الدول مش بس مصر معاناة كبيرة جدا بيعيشها ألمانيا وفرنسا والسويد وكل الدول لكن معاناة المصرين كانت أكبر بعد 30 يونيو لما لقوا كل الشعرات بتتحول العكس وبدل ما يغني الناس يعني تبقى الناس أغنية فقرهم الأكثر من كده إنه مش قدير يتكلموا ولا يعبروا عن غضبهم ترجمة نانسي قنقر